بتفاجئ بالتعبير لأنه حقيقية مش فاكرة يعني أنا ممكن أعمل حواره بجد ما أرهوش يعني أنا لو عارفة كده أنغيم كانت بقت إنذاراتك كتير يعني هم أولادي بيوجعوني يمكن يكون قلتها بمعنى أنه أي أم قلبها بيتوجع على أولادها حتى ولو شكتهم شوكة يعني إنها معنى أولادي بيوجعوني ألما بمعنى أن هم بيتعمدوا يوجعوني لا بالعكس أنا أولادي حنينين جدا أولادي صحابي أكتر منهم أولاد وأمي يعني علاقتنا علاقة لطيفة الحمد لله قلتي قبل كده كمان إنه والدتك الفنانة اعتزلت فنها علشان تهتمي بيك أو علشان ترعيك صحيح ده كلامها صحيح هي حكيت لي كده يعني قالت لي أنها في يوم الأيام كانت تقريبا عندها تسجيل في الإزاعة أو حاجة زي كده أنا أمي ما خرجتش بره الإزاعة المصرية كتير وإزاعة سكندرية يعني كان لها أعمال في الإزاعة المصرية وإزاعة سكندرية ورجعت يمكن لقيتني سخنة أو حالي زي كده يعني دي حكايتها دايما يعني فما ما حستش أنه هي قادرة توفق ما بين الشغل وبينتها فاختارت أنها طاطل أنا غام بتحس أنها قادرة على ده يعني بتحس أنك قادرة تقدمي لولادك القادر الكافي من الرعاية الحمد لله وعايز أقولك طبعا علشان يعني ندي لصحابه يعني جزء كبير من من سبب أن أنا قادرة أكمل شغلي وأنه يبقى في حضن في عدم وجودي أو في حالة صفري أو في حالة انشغالي وحضن أمي هو السبب الكبير في قدرتي أن أنا أكمل لحد دلوقتي وجودها ربنا يخليها قلتي أنك بتعتمدي في الرقابة على ابنك الأكبر بتعتمدي فيها على زوجك الأسبق والده اللي بتجمعكو المفروض علاقة راقية حتى بعد الالطلاق صحيح ابنك التاني الأصغر عبد الرحمن مين بيقوم بالدور ده معايا؟ ده هو نفس شكل العلاقة مش موجود مع والده صحيح الحمد لله أنه فرق السن ما بين عمر وعبد الرحمن خلى شوية المسؤولية على عمر في أنه هو يلعب هو الدور الراجل في حياة عبد الرحمن أخوه الأكبر أخوه الأكبر سمعناكي بتقولي أنه الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية وفقت أنه صورتك تتحط جنب صورتها على صور نادي ترسانة صحيح وأنه اسمك واسمها جنب بعضه وما كانش عندها مشكلة في ده وده كان طلبها صحيح أنا عاوزة أعرف لأ حد يعني مش من الصف الأول يعني حد فرق الفرق كبير بينه وبين أنغام الفرق كبير في القدرات الفرق كبير في الموهبة في التاريخ والله يشوفي بصرف النظر عن التصنيف يعني عشان ما نخشش في تصنيف أنا بشوف أنه صوت كارمن سليمان من الأصوات الحلوة صوت جميل قوي قوي وتستحق دعم وتستحق أنها في يوم الأيام إن شاء الله تبقى في الصف الأول إن شاء الله من الجولة الأولى للجولة الثانية أنغام